الفنان محمد عطية رمضان كريم الله أكرم وكل سنة طيب والأمة العربية والإسلامية كلها بخير إن شاء الله يا رب في شي موضوع عادة بالمقابلات ما بتحب أنه ينترح عليك أو تنسأل عنه أو بتاخد حذرك أنت وعم تجاوب عليه الله بعد الضربات اللي واحد خدها أكيد في حاجات أهو بحب يعني في حاجات معانة أهو ممكن مباشر رح يكون عندك الفرصة أنه تختار موضوع واحد من المواضيع يلي سببه لعضربك تكتبه على الورقة أوكي وأنا بوعدك أنه ما من جيب سيرته بقلب الحلقة بس كل شي تاني رح كونه عم بيسألك عنه بس حيوي الاختار بس موضوع واحد أوكي بس مش هتشوف صح؟ أنا رح يشوف المشاهدين ما رح يشوفه أوكي أوكي من بليش؟ نبدأ يلا محمد أداية بيحز بقلبك أنه نحن بشهر رمضان المبارك والشعب الفلسطيني بعده عم بيعاني من الظلم والله يعني الناس العارفين كويس عارفين والعادين وصحاب القريبين عارفين أن الموضوع ده ليل نهار في دماغي يعني أنا فكرة أن الناس دي دخل عليهم رمضان وهم ما عندهمش مكان يتجمعوا فيه ما عندهمش أكل ما عندهمش شرب في أي لحظة مستعب ممكن يحصل لهم قصفي يفقدوا حد من أسرتهم الموضوع ده صعب جدا ومش أقدر أتخيل كمان أن الانسان فكرة أن الانسان بيتعود على وجود الحاجة يعني أغلب الناس وده مش بالومهم أن كانوا مدقين قوي في الأول بدأوا يعتادوا المشهد ودي حاجة صعبة قوي لأن الوضع بيزداد سوقا في فلسطين والواحد حاسب عجز يعني احنا الواحد اللي في إيده بيعمله أنه هو بينشر عنده على الإستجرام وبيقاطع المنتجات اللي بتدعم الكيان الصيوني لكن ياريت الواحد في دقاء حاجة أكتر من كده وبجد نفسي الناس دي أنه هو شعب عزيز قبالك يعني هو أنت لو أنت عامل فولو الناس من غزة قبل الحرب شعب عايش حياة مرفوها وحياة جميلة وشعب جميل كمان فربنا يفرج عنهم يا رب يفرج عنهم ويخلص الحرب دي على خير وأرضهم ترجع لهم إن شاء الله قطعت على كذا فكرة خلينا يكونوا عن فصلهم هيك شوي لأنه معنا كل وقت نكونوا عن نتناقش بهيدا الموضوع يلي بتابعك على السوشيل ميديا بلاحظ أنه بالأشهر الماضية صار الإنساجرام لمحمد عطية بس مخصص لغزة والقضية الفلسطينية يمكن لو قبلتك قبل بسنة كنت قلت أكبر قبل وبعد بحياتك هو السهر أكاديمي اليوم بقدر أقول أنه محمد عطية قبل حرب غزة غير بعد حرب غزة صح؟ طبعا طبعا العالم كله قبل سبع أكتوبر غير بعد سبع أكتوبر يعني أنا أعتقد أنه رؤية للناس ورؤية الأشخاص رؤية للحاجات اللي في إيدي رؤية للعالم الغربي رؤية لكل الحاجات للثقافات حتى اختلفت تماما يعني أنت اكتشفت أنت تبقى عايش في كتبة كبيرة جدا يعني المجتمع الغربي اللي فضل يصدر لنا طول عمره والحريات والأفكار أنه إحنا التسامح والإنسانية حقوق الإنسان طلع صفر كل ده وانا واحد الناس اللي كنت مخدوع وما عنديش مشكلة نختارة أنا كنت أعترف أنه كنت مخدوع لأن أنت عارف أن أحس أنه إحنا في إيه؟ أحس أنه إحنا في فيلم خيال علمي من أفلام أمريكا اللي هي كنت تتحس أن فيها زي هانجر جيمز والحاجات دلوها يعني التصريحات بتاعة بايدن وتصريحات بتاعة نتنياهو والناس دي أنت يا جماعة معقول معقول الكدب الواصل للمرحلة إحنا بنشوف بعننا الإبادة الجماعية على الهوى كل يوم وأنتم تتكلموا إنكم تقتلوهم يعني أمريكا هذا على المستوى العالمي بس إن خدعت كمان بأشخاص محيطين في كل حاجة يكون في ردود فعلي يعني مثلا خلينا أسألك مثلا في عندك أصدقاء عم يستغربوا إنه بعدك كل يوم بتنزل عن فلسطين بوستات وستوريز وبعدك حامل هيد القضية كتير أنا أصلا تقريبا من فيه يعني قليلين أول اللي بقوا معاقي بس أنا الفكرة اللي مش قادرة أستوعي بها أنت لما لو في المستقبل أولادي سألوني عن عملت إيه في وقت الإبادة الجماعية أنا مفيش فيدي حاجة عاملها غير أن أنا أعمل ده تعالي الصوت وجايز أصلا كل اللي مريت بيه في حياتي اللي وصلني اللي محاولت نبقى عندي نصف مليون متابع أو كده كل ده جايز عشان أقدر أوصل في مرحلة أن نستغله في حاجة جايز وعندين حاجة إنسانية هل نقعد نقول لازم نبقى الفناني بقى مؤسر مش شكاة أي حد عنده متابعين لازم يستخدم بس الفنانين والمؤسرين على السوشيل ميديا بطل حدا منهم عم بيحكي عن حرب غزة حسب خيبة أمل يعني هود الأشخاص يلي كنت بحال من المحليات يمكن كنا منتشوف فيهم شيء آيدل بعدهم بهذه الصورة الصدمة الأكبر إن العالم العربي بصفة عامة اهتمامه أقل من العالم الغربي يعني سيبك من الحكومات أنا بكلمش عن الحكومات الحكومات طبعا الغربية زي ما قلتلك حاجة بشعة إنما الشعوب الغربية الفنانين الغربيين اللي بيتكلموا كل شوية وبيعملوا مظاهرات وإحنا العالم العربي ساكت كإن ما فيش حاجة بتحصل واللي بنزل أنا مش بلوم حد ولا بزيد على حد بس أنا صدمتي في الناس اللي قادرة ما بقولكش إن أنا مش عايش حياتي مش بروح مش بعمل حياة بس مش قادر أحطها يعني حفيد إيه العالم لما ناس يعرف أنا فطرت إيه النهار ده لما أحط صورة أكل إيه بس فيه فنانين خلينا ناخد وجهة النظر التانية إنقلك إيها وإنتا تكون عام تقلي رأيك فيها فيه فنانين بيقولوا لصفحاتنا مخصصة لا الفن لأعملنا الفنية خلينا نضل على الحيات بهذه المواضيع ونركز على الفن لأنه هيدا مهنتنا الحيات بهذه الحالة شو بيكون؟ الحيات في هذه الحالة خيانة في رأيه الشخصي وزي يعني زي ما تقال هتجي يوم هتبقى الخيانة فيه وجهة نظر يعني إنت بتقنعني بإيه يا سيدي من أي وجهة نظر أنت هتتكلم فيها في موضوع فلسطين إنسانية دينية الموضوع مش محتاج وبعدين لما كنتش تتكلم وتوقف حياتك اللي هي بلاش حياتك توقف نشرك للحاجات اللي بجد غير مهمة في وجود مقارنة باللي بيحصل في غزة فيش أي حاجة في حياتنا مهمة أن احنا نقولها أنت من الأشخاص اللي بيدعوا أنه يكونوا عم بيقاطعوا منتجات معينة شفتك على الإنستغرام عم تقول هيدا شي مثلا خلينا ناخد مثل الممثلة ندي ناسيب النجام نشرت ستوريا عم تأكل فيها بيرجر من سلسلة مطاعم شهيرة كانوا عم بيدعوا أنه طيقاتها ووقتها هجموها على السوشال ميديا طلعت اعتذاريت وقالت أنه نسيت أنه لازم قاطع ما انتبهت ما كان قصدي أنه روج لألون شو شو رأيك أنا عندي يعني طبعا أن الاعتذار ده حاجة شجاع جدا منها لكن في الآخر في الواحد ينسى أنه لازم يعاطع أو أكيد ما بيش حدث بينسى لأن فيش حاجة أوضح في المشهد من غزة يعني لو أنت حاولت تتجاهل لو أنت بتسكرول في الانتستجرام حيطلع لك حاجة عن غزة نعم ففيش حد بينسى لكن هي فكرة اهتمامك أنت محور أنت شايف نفسك محور الكون ولا شايف أن فيه ناس حواليك عايشين معك هي دي الفكرة أن الفنانين بصفة عم أو الشخ أي شخص ما فيهم أنا سعب يجي على وقت أنه أنا بحس أنه أنا كل حاجة فيه حاجة أقوى بكتير دلوقتي من الانا أن فيه إبادة جماعية دي حاجات بتحصل في التاريخ قليل يعني للأشخاص يلي بيقولوا أنه المقاطع ما رح تفيت شي يعني أنا إذا شربت كباية قهوة من هيدا المحل أو أكلت بيرجر هيدا شي ما رح يأثر شو بتقلهم بقول لهم أنك إنت لو فيه حاجة يعني أولا بالأرقام والإحصائيات لا بتأثر وإلا ما كانوش طلعوا ولولو وغيروا ووسيلة دعايتهم وحطوا حاجات لي علاقة بغزة في الدعاية وسلسلة مطاعم بيرجر تلعت إحنا ملناش دعوة ما كانش ده حصل الناس دي الناس دي ما بتقولش كده من فراغ والناس دي عارفين هما بيقولوا إيه وعارفين هما بيكلموا مين وعارفين بيترجيتوا مين الفكرة مش في كده الفكرة أن معقول أنت دلوقتي لو أنت عارف شرب القهوة إحنا تولاد إحنا مش موليد منهات كلنا يا جماعة يعني والله العظيم يعني ما جماعة معادي يا جماعة يعني يعني أنا واحد ناس اللي كان فيه منتجات أنت عارف أن أنا مقطع كل الحاجات اللي جاي من هناك بقى خالص سواء بتدعم يعني كل المنتجات الأوروبية والأمريكية ما فيش حاجة بتدخل في بيت لدرجة أن فيه ستايلست جاي البيت عندي عشان تختار حاجة كان دخلة دخلة أنا أكستريم في الموضوع ده واللي عايز يحبني على كده يحبني كان دخل من باب الشقة معها كان حاجة معا قلت لها خلصي برة لأن ده مش هيدخل بيتي أنا مفيش ده مش هيدخل بيتي للي ولا لأولادي للأبد مش دلوقع خبالك المقاطعة اللي أنا فيها دي مش مقاطعة للشهر ولا الحرب أنا مش هيدخل حاجاتي تاني في بيتي خالص لا أكل ولا منتجات ولا أنا حتى طالعيني فأنا بدور مثلا على حاجة معجون سنان للإقباديل مفيش حاجة من الناس دي هتدخل لأننا ليه أنا أفعهم على فكرة المستبعد اللي بيحصل في غزة أنه يحصل له يبقى موهوم أي حد في لطن العرب المستبعد اللي بيحصل في غزة أنه يحصل له يبقى موهوم هما بينادوا بفكرة الحلم الكبير من المحيط الخليج دي طول الوقت وبيعملوها وطواطئ الأنظمة والأنظمة العربية مسهل الموضوع فأنت دلوقتي بس عم تكون جريء بتصريحاتك محمد ليه ما أنا أقول حقيقة وأنا أقول حقا غلط لأنه الفنانين عادة بيحاولوا يكونوا عم بيديروا يعني مصالحهم يديروا أشغالهم بالبلدان العربية الاخرية ما يديروا أنت ما بتخاف أنه هده التصريحات يكونوا عم بيأزوك بمحل المحلات عم بيأزوك طبعا أنا كان عندي بمبلغ خبير جدا وجالي ريبورتاج من واحدة صاحبتي في بلد معانا قالت لي أنت محتود رتفلاج عليك من الشركة دي كلها خلاص أنت مش هتشتغل مع الشركة دي كلها والله ولا يفرق معايا أنا أشحت ولا أني أبقى يعني بدخل بيتي فلوس من دم ناس بتموت أطفال في أطفال بتموت بكمية رهيبة يعني يا جماعة أنا مش فاهم إزاي الموضوع فيه نقاش أصلا دي كارثة بشرية إن إحنا بنتناقش في إيه آه ولأ قطعم اتناقشه إيه بنتناقش إيه ده لأن فيه في فيديو شفته من يومين طفلي مش 12 كيلو 12 كيلو عن رجل وحافي بيدور على خبز لأهله وإنت قاعد لبيتك في تكفيفة شي بيوجع وإنت قاعد لبيتك في تكفيفة أصلا ممكن أنا حافر طيب بالمقابل الصحافة معتزعة زيزة شلح سترة الصحافة وفلما غزة وجه له رسالة على الهواء بتلومه لأ طبعا مش بقى بص أولا اللي عاش اللي عاشه معتز ما ينفعش خالص تحكم عليه من بره إذا كنت فيه أشخاص قالوا إنه خيب لهم أعملهم ما هو أنت السوشيال ميديا فيها مشكلة إنك أنت أنت كنت مستنى من واحد خسر كل حاجة حواليه يا سيدي هو إنت إحنا إذا كنت أنا كنت في أول شهر يعني ما كنتش سوي نفسيا وقال لك ده عايش هناك ما تلوموش ما تلومش أي حد عايش في غزة في المرحلة دي هو عتلومه على رد فعله مهما كان والراجل قد طب يا سيدي إنت بتلومه على إما الراجل قعد ثلاث شهور بيرغمر بحياته عشان يوصل لك الصورة إنت بقى اللي قعد بتنظر عليه وتقول أقطع أو ما قطعش اللوقتي جاي بتلوم عشان ياخد بريك ولا يبعد حقه يا جماعة فيش حد فينا عنده ربع إحساس اللي بيعيش هناك لما تصحى من نوم تفقد فلوسك وأهلك وبيتك وكل حاجة أنت صفر تحت الصفر فبتلوم إيه نحن الواحد بيعمل وعبطه تتخبط بيقعد يا له يا أنا خسرت مية بالمية ما بدك بقى خسرت كل حاجة في حياتك فأنت ما أنا بصراحة بالعكس معتز يشكر جدا عن العمله واللسانة اللي قدمها أكتر من عظيمة والراجل اللي حق يرتاح يرتاح من إذا كنت أنت أصلا من المجاهد تعبت كيف شخص كان عم بعيش هيدا البراشر كل يوم مية بالمية شو رأيك ننتقل لمحور ومواضيع تانية بحلقتنا رح نكون عم نشوف أربع رقم على الشاشة أربع مربعات واحد اتنين تلاتة اربعة رح تكون عم تختار الرقم منهم ونشوف شو السؤال يليم خبيلك أكتر تكون عم بتجاوب عليه اوكي بين واحد اتنين ثلاثة اربعة يلي رح نكون عم نشوفهن على الشاشة بنا نطلب من الشباب يحطونا المربعات تعطي أي رقم أنت أكتر شي بتحب اه بالواحد اتنين ثلاثة اربعة 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 ايه خلينا نكون عم نشوف الرقم اربعة شو مخبينا سؤال على أمل أنه ما يكون سؤال له علاقة بالشي يلي كاتبوا على الورقة لا بظن أنه بنقدر رحكي فيه سؤال بيقول هل أخطأت بتصريحك أنه اختلاف الدين كان سبب فشل علاقتك بميرا مخايل أنت صرحت هيدا الشي سابقا هي رجعت طلعت بفيديو على السوشيال ميديا قالت أنه لا مش صحيح أنه سبب كان اختلاف الدين ولمتك قالت أنه كان في أسباب تانية بعدك مصير على هيدا تصريح اه أنا حقد بليه انا حقد بليه يعني ما أخطأت أو مع مرور الوقت نسيت قصص لا نسيتش حاجة صدقني ما نسيتش حاجة بس عادي يعني كل واحد يقول اللي هو عايزه وتمام يعني أصلا مش بعد واحد وعشرين سنة حلوم على حد ولا حد يروم عليها وبعدين حسيت أنه الموضوع أخذ أكبر من حجمه بكتير بكتير يعني بكتير عادي جملة فسط الكلام وبعدين هتفرق في ايه كل الطرق تؤدي إلى روما يعني طيب هي زعلت حوالت تحمل تلافون لا لا كلمنا ما زعلت وعكس بكتير أما فيش حاجة بما في عادي أمام جدا عادي اختراف وجهات نظر عادي طيب بما أنه جبنا عسيرة العلاقات عسيرة العلاقات ابن الفنانة أصالة نصري انتشر فيديو لقلو وراح فيرل بالأيام الماضية عم بيقول فيه لحبيبته وقتها نخطب ونتجوز ممنوع يكون عندك أصدقاء شباب رجال يعني شو رأيك بهيك تصريح بص الموضوع موضوع شائك ليه بقى لأنك انت هي لو رادي يبدأ هي حر أنا مالي أنا هحكم هم حرين إنما إلي رأيك عن الأشخاص اللي بيفكروا بهذه الطريقة لأنه أنا بعرف أنه في كتير أشخاص هو بيفكر كده أنا الناس اللي بتفكر كده أنا ماليش ده ماليش أنا مش في موقع أن نحكم على حد الفكره مهما كان طالما ما بيئزنيش وما فردش عليها حاجة أيا كان فكرك إيه طالما ما بيئزنيش وطالما ما تكفرتش عليها فكرك أنت حر إن شاء الله تحب الكوباة دي وعايز تتجوزها أنت أنا مالي أنت حر الفكرة الفكرة مش فكرة الفكرة اللي بقى لهم عليهم أن هما مثلا يروح يرتبب بواحدة هي مش كده ويحاول لغيرها لكده أنت لو أخذ واحدة هي كده وهي راديا بدا تمام أنا عن نفسي من منظوري في اللي ممكن يكون غلط في العلاقات إن أنا العلاقة بالنسبة لي كل واحد حر كله إحنا بنلتقي في نقطة نضيف لبعض في حياتنا فيها مش معنى إن أنا ارتبطت بيك إن أنت أحد مقتنياتي زي ما المجتمع الشرقي بيروج إن الست تبقى أحد مقتنيات الرجل لا أنا شايف إن إحنا شخصيتين متساوياتين في الحقوق الواجبات ما عندك مشكلة إنه زوجتك أو خطيب يكون عندها بس فريند رجل وهي طب هي بقى عندها مشكلة شمعنى السؤال داي بتسئل للرجال أنا ما عنديش مشكلة بص هي إنسانة كاملة وعندها عقل وعندها شخصية وعندها قراء هي هتتحسب على أخطائها أنا كل وعند إني هقولك على حاجة ببساطة العلاقات مش مربنية على أنت العلاقات مربنية على الثقة ما هي ممكن تقوله أنا ما عنديش وتتكلم من وراي هأنت وثق في الشخص ولا لأ أنت فيه ثقة بينك ولا لأ ثقة واحترام علاقة حتكمل بس في الآخر أنا من الناس اللي ما بدخل في علاقة مع حد أنا مش عايز أفرد خب بالك العلاقة بتبدأ تنهار يحصل فيها مشاكل لما تبدأ الشخص عايز يفرد شخصيته أسطوب حياته على شخص التاني لأن التاني بيحس بفقدان الهوية بس أنت السيدة أو الزوجة ما يكون عند أصدقاء رجال شعت كتير بالتعليقات أنه إيه شو قال شي غلط كل الرجال الشرقية بفاكرة هم حرين أنا بقولك أنا عن نفسي أنا فكرة رجل شرقي رجل غربي أنا في الآخر رجل بقدر وبحترم المرأة جدا وشايف أنه إنسان عنده عقل وعنده مخ وزي وزي يقدر ياخد قراراته لوحده وما ليش سلطة عليه لأنه هو معنى بقى ديفسي أسأل سؤال دايما ليه أنا ليه سلطة وهم مناش سلطة يعني ليه الواحد ليه ليه السؤال ده حتى لو اتهموني إن ديم هو فكرة الزكورة أصلا والرجولة وإنت إزاي تقول كده فكرة ضعيفة جدا بتضعف منك إنتا كشخص إنت لو واثق في نفسك واثق في شخص اللي معك مش يحتاج كل التسسترون ده بصراحة يعني فعادي يعني أنا واثق إن أنا لو ارتبطت بوحدة أنا أول حاجة هدور عليها مش بتكلمين مستواك الفكرة عامل إزاي طبعا الجمال والثقة مثل ما حكيت بالظبط أصلا أنا بقولك ما يام إحنا بنسمع عن حوادث خيانة لناس معهم أرقام تلفونات بعض والباسورد وكل حاجة وبتخونه في الآخر إنت وقت هتكون بتاخد الباسورد أو بتعطي الباسورد ولا بتحاول تحافظ على جزء من الخصوصية لا إحنا كل واحدة لدي خصوصية بس أنا ما عنديش حاجة خبيها أنا أي واحدة داخلت حياتي بتبقى عارفة جدا إن أنا يومي هو هو أنا بروح جيم بحب الكورة بحب الإراية الأفلام ما عنديش حاجة تانية أصلا فأنا ما عنديش مشكلة الخصوصية مش معناها الباسورد الخصوصية معناها نديك تلفون تبقى شايفه ومتلك نفسك ما تدخلش في الحاجات مية بالمية ما تكون خايفة بالزبط لأن خب بالك ما هو اللي بيخلق المشاكل دايما الحاجات دي لأن الراجل دايما في المجتمع الشارع بيحس أنه عنده اليد الأعلى طول ما أنت حاس أن عندك اليد الأعلى حيبقى فيه جاب في الثقة وجاب في التعاملات وهتدل نفسك حقوق مش وجودة عندها صح فهتبدأ المشاكل تبدأ من هنا إنما أنت لو حاس أن أنت متساويين في الحقوق والواجبات وفي المنطق خلاص لا هيتمشي خلينا ننتقل لموضوع تاني محمد قبل بداية شهر رمضان المبارك الفنان المعتزل لأمل حجازي خلعت الحجاب هيدا شي سبب أزمة نوعا ما على السوشال ميديا هل برأيك هي أخطأت بالتوقيت لخلع الحجاب لأنه قبل شهر رمضان المبارك ممكن تكون سفازة للبعض أو هي حرة وما حدا خاصة أنا عندي مشكلة أصلا مع تدخل الناس إن الناس بتحط نفسها في موقع الإله أنت مالك وأنت هتحسبها دخلت الجنة دخلتنا أنت هتدخلت الجنة مكانها ولا النار مكانها ليه شغل بالك حتى لو هي بتطلع تصرح بحاجة أنت مالك يعني أنا بجد شغل بالك ليه من يتحجب ومن يطلق يعني ما ما هدي حياتهم وبعدين أنت يعني بفكرة السوشال ميديا الحاجة اللي بيدخل يكتب تعليق ده ها بيكتب وهو ممكن يكون عامل بلاوي في حياته أكتر من فكرة الحجاب أنا ممكن تلاقيه كتب ليه أنت ليه بتحكم على الناس وليه نصب نفسك في موقع الإله هي بعدين علاقة الإنسان بربه تعلاقة خاصة جدا مفيش حد مفيش حد بيتدخل فيها خالص مهما الدع أنه بتدخل يعني محدش هقولك لازم تعمل أنت ممكن تقولي كلام من هنا للصبح وأروح لبيت أعمل اللي أنا عايزه مين اللي شايفني بقى ربنا مش أنت هيدا الموضوع فتح كمان الجدل على موضوع الممثلات المصريات يعني بتحجبه وبيلبسه فوق لحجاب شعر مستعار وبيكمله تمثيل أنت مع أو ضد أنا أنا زي ما قلت لك أنا أنا مش مع أو ضد أي حاجة الشخص بيعملها هو مرتاح أي أن كان أنت مرتاح فيه أعمله أنا أقولك أنا ضد أنا ضد أنك أنت تحجم الفن يعني أنا مع أن الفن ده لازم يبقى سقف التفكير والأفق بتاعك مفتوح عشان تقدر تبدع فكرة أنك أنت تفضل تقول أن الفن مش عارف إيه ولازم نلبس إيه ولازم نعمل إيه أنا بشوف الفن ده سلعة طرفهية بتعرضها اللي عايز يشتريها بيشتريها واللي مش عايز يتجهلها خلص مش لازم أنا بواحدة مسلسل فيه مشاهد خليعة ما تتفرجش بسيطة جدا مسلسل بيدعوه لكذا ما تتفرجش برضه فيه ريموت بس حتى لو عم ينعرض برمضان بما أنه هو أنت اللي بتعرف رمضان بيجيبه لك في التلفزيون بيحط فوشك ما أنت إيه اللي بتلقناها لأ بس لأنه مثلا فيه أشخاص بيقولوا مثلا أنه مسلسل رمضاني ولو هم طالعين مثلا فيه مشهد خليعة مثل ما عم تقول أو مثلا راقصة اللي يمسي شي مش محتشم أنت عارف أنت عارف السنة اللي فات أو اللي قابليها مش فاكر اسم الفيلم فاحنا شعب Fifty Shades of Grey أنا عارف لا ما عارف مش عارف Fifty Shades of Grey مش فاكر دا كان رقم واحد مشاهدة في الوطن العربي في مصر وفي بلاد تاني في رمضان على رأيها عمر المصطفى في رمضان فالفكرة أنك أنت كل دا نفاق كل دا نفاق صدقني السوشيال ميديا ما يخليها كل واحد عايز يطلع على سوشيال ميديا بصورة الشخص الفاضل المثالي ما فيش حد فينا مثالي وبطلوا التدعو المثالية لأن أنا بقول لك أن يعني أنت لما تطلع أنت عارف وبيحب الناس بتحب تعمل كده ليه عشان تحس برضا زاتي لما يجيلها لكات كتير وحس أن فينا ازايها كتير الحجاب وفرمضان يعني يبحثوا عن أصل انت بص الأفكار هل انت لما تدخل مثلا تكتب ليه ما يصحش كده الموصلة دي هترجع في كلامها من الكومنت ده يعني أكيد لأ بتعمل إيه انت أعمل أحول الأنظار بص عليك فالفكرة أنك انت يعني كمان في الوقت الحالي أنا عندي بدل ما تدخل تكتب كومنت على حاجة زي دي ايه دخل ايه دخل اعمل شير لي بوست عن غزة انت كده بجد بالنسبة لي بتعمل حاجة مفيدة إنما تقعد بقيت قولي أصلي طب أنا بقولك في رمضان وحيات ربنا بيتفرجوا على حاجات على نتفليكس وعلى منصات تانية أضرب كتير من اللي بيدعو إن هي دي في رمضان وما هو بس فكرة أقولك على حاجة العالم العربي هو بيحب فكرة القضاء والصالح احنا كلنا عاديين مع بعض نازم بكلنا زي بعض ومفكر زي بعض واللي هيغلط مننا حنبهدله إنما من بره لا أدع جنابي مش فاهم ليه يعني مش فاهم ليه إحنا الغيرة الزيادة على ستتنا كجمهور رغم إنها كده كنت شوف نفس الممثلة نفس الممثلة تعمل نفس المشهد من بره لا أعادي لا أعادي مش مشكلة طيب بما إنه قبل ما يدهمنا الوقت بعد عندي كتير أسئلة فراحاول كوعا مسرع عدمفية بيتفاجأ وقتها يعرفوا إنه صرت فوق الأربعين كتير يعني معرفش كتير بس أنا عمر ما خبيت ونازل تقول لي ما تقولش سنك ليه يا جماعة طيب بعد عمر الأربعين صار عندك هاجس من إنه تخسر الأشخاص يلي بتحبون ولا صرت متصالح مع قصة الموت أكتر لا عادي أنا عايش حياتي الغالي لما يأذن ربنا إنه أنا حفارق فقه فارق عادي مش فارق لأ قصدي بتخاف إنه الأشخاص يلي بتحبون تكونوا هني عم بيفارقوا الحيات لأنه الواحد كلمة يكبر بيصير يخاف أنا الحاجة الوحيدة لا بس الهاجس عندي من زمان جدا من وانا عندي أمي دايما عندي هاجس من خسارة أمي لأن هي أعز شخص في حياتي فدايما ده بيساطر علي وكتير قوي بيقردقني وبنيمنيش وبيجيلي أفكار فدي الحاجة الوحيدة نعم أي حد بالنسبة لي تاني كلنا ماشيين أصلا يعني كلنا كلنا هنمشي الله يطول بعمرة الله يخليك الفنان أحمد سعد محضر أغنية لنفسه بيوم الوضاعة يبسواها وقتها يتوفى هيدا شو كيف تقري تصالح مع النفس إصارة الجدل لا مش صارت الجدل ليه فنانه بيعبر ما عادي ما شفنا ما بيعبر أنه عامل غنية لنفسه المشكلة المشكلة الخبر ما لقيته غريب لا لأن لأن في رؤيين كتير يتكلموا عن يوم في كافكا يا فرانز كافكا يتكلم عن أشكال الموت والوحدة يعني عادي دي ستايفسكي نعم أتكلم برضو عن العادي سارتر كل الناس دي كلمت عن الموضوع ده بس هي فعادي أنا بشوف أن الفنان من حقه يعبر بأي حاجة تيجي في دماغه عن أي حاجة هو عايزها بنرجع نشوف المربعات ناشي الواحد اثنين ثلاثة اربعة سبق ونقات رقم اربعة بنا نرجع نشوف المربعات رح نكون عم نختار بعد رقم وتكون هي دي المرة الأخيرة اللي بنختار نخلي السؤالين الباقيين يبقوا سر واحد اثنين او ثلاثة واحد محمد رمضان من أم دروان بتحبه محمد رمضان نوعا اوكي عمرو دياب بيعرف أنه كنت تنترو لساعات قدام للستوديو اه لما قابلت قلت له الموضوع ده لكن تنترو عمرو دياب بالنسبة لي ايدل يعني حالة فريدة من نوع فيه ناس زي عمرو دياب وعاد الإمام والناس دي اه حتى لو انت انا بحب طبعا دول بالنسبة لي بس انت حتى لو بحبش فنهم لازم تقدر قد ايه استمرية النجاح الراجل ده بقى انه 40 سنة بينجح ودي صعبة جدا وغير ان انا تربيت بقى على مزجته يعني عمرو دياب فيه وقت من الاوقات ده وجيه شاف قطي كان صغره من كترة مفيش مكان بقى تستقف بس شو كان الهدف انه توقف كنت اولا عايزة كنت عايزة انا بكتبه ولحن فكنت عايزة سماعة اغنية اوكي فانا حاجة عايزة اشوف عمرو دياب يعني عايزة اشوف عمرو دياب طيب بعد السوشال ميديا دايما المنافسة محصورة باسمان بمصر بقلولك عمرو دياب او تامر حسنية اه مفيش مقارنة مفيش مقارنة محترامي الشديد اللي تامر بحبه جدا بس دي حاجة غريبة جدا يعني كأنك يعني كأنك يعني اصل عمرو دياب ده تاريخه صعب قوي يتعامل زيه يعني انتهى يعني بغض النظر يعني انا مثلا بحب وجز جدا بحبه جدا وشايفه انا بالنسبة لدلوقتي وجز هو انجح حد في مصر اوكي انجح حتى من كل يعني انجح حد وجز لانه هو وصل لطبقة وفقة من الشعب ومن الجيل شباب اه هو ده اللي جاي وهو ده الفكر الجديد في الاغاني بغض نظر لك تلقى في سنتك بستمع بس هل ينفع ديج اقول وجز ولا عمر لأ ما ينفعش يعني ده عمر دي ده عمر دياب يعني خلينا ننتقل لجدل تاني مين صوت مصر شريان عبدالوهاب او انغام يعني هو الاتنين اللي اصلحنا يعني هيدا الجدل على السوشيال ميديا الاتنين جمدين جدا يعني انا فكرة صوت فكرة ليه لازم عندنا في الوضع عربي ببقى لقى وحد ما بره فيه كتير قوي بس هو هيدا اللقب مش انا اخترعته يعني انت اكيد يعني بتتبع سوشيال ميديا بتتبع سوشيال ميديا بس بستبع مين يلي بيلبقى لقب اكتر والله ما اعرف بس انا بحب انا معرفش اللقب يعني الاتنين بالنسبة لنا بس مع انغام وبس مع شرين وبحب الاتنين فمش عالف ليه لازم حد يبقى هو بس صوت مصر يعني ما هم الاتنين بس صوت مصر عادي يعني عادي طيب من قبل جربت التمثيل جربت التليفيزيون الواقع جربت الغناء جربت تقديم البرامج خلال كل هودة الفترات والمراحل شي مرة فكرت انه بدك تعتزل اضواء قلت بينك ومن حالك خلاص بطلبت ده ولا مرة ولا مرة ولا مرة لا ولا مرة جيفت ناقي ما عافش عاملت حاجة غير ده يعني ولا يعني انا ممكن يعد علي يعني لو عد علي وقت ما عايش ولا ماللي معادي حافظة مستني فرصة جيلي في الشغل انا بحب شغل انا دي وعافش عام حاجة غيرها وعيشت حياتي من اونا طفلة حتى من اونا في المدرسة كنت انا اللي بغني ومسل وكتب في جده وعافش عام حاجة غيرها طيب بعد مرحلة السر اكاديمية شو انجح شي قدرت تتحققه فنيا فيلم درس خصوصي لان لسه الناس فاكرين افهاته وبيجي لغاية دلوقتي والناس وفيلم قسر الناس بتحبه فده بالنسبالي من انجح حاجات اللي عملتها وناس لغاية دلوقتي بتقولي في الشرع في مصر يا خصوص يا خصوصها فاندي فبس بحب الفيلم ده جدا شو افشل شي عملتوا بعد السر اكاديم كتير افشل شي افشل في الفيلم اللي بعده شو كان اسوأ بالنسبالي رغم انه عايز قولك على حاجة وده مشكلة الحسابات يعني انت في فكرة ان الفيلم بتاعي يا الطراب ده عمل ساعتها ارادات اكتر من اي فيلم كان نازل معاه يعني عمل 22 مليون جنيه مصري في الوقت ان الفيلم بتاعها ده شخصي كان عمل 6 او 7 مليون بس دلوقتي ده شخصي انجح يعني بالنسبالي فيلم يا الطراب ده لو عمل مليار دولار انت جيب دلودلية يا سلام يا سلام شي ما را حملت مثل هيد الشانت اه اه والله شاتت مليون دولار لا مش مليون دولار كان ساعتها امتي الجنيه كان الجنيه لك عم يقوله اعطينا نص يمكن يكون صرفهم لا كان كان يا جماعة من زمان من زمان حملت شنطة زي دي اي واياما كنت صغير فمكنتش عارف امتي الفلوس صرفتون يلي فيما فيش كلون كلون انا اصلا حط انا كنت عندي 20 سنة وكان عندي كمية فلوس ليا بكساب مش من والدي بقى ولا من والدكي بكساب هنا مش طبيعية وانا ما عنديش خبرة في الحياة شو صرفتون اكتر شي والله ما عرف ما فيش يعني تقول لي مثلا جبت ما جبتش بيت جبت ما جبتش عربية هو كده كانوا بتصرف ايه والله وحتى مثلا عشان ناس متفكرش لا بشرب مخدرات ولا بشرب الكل ولا حتى بتاع صهر يعني مش في الحتة دي خالص ما بتعارف كنت عم تصرف والله ما بعرف لو قلتلي الوقت انت صرفتهم في ايه ما عرفش ليك في مثلا لبناني بيقول مال بجر المال الشهرة بتجر المصاري مش شرط مش شرط على حسب ما انا يعني على حسب انت حزبتك يعني انا واحد من الناس اللي ممكن اللي ممكن اشتغل حاجة بحب عجباني جدا من غير فلوس اوكي ما عنديش مشكلة طيب شي مرة حسيت انه شخص المشهور ما بيتطبق كتير مع مادياتك يعني حسيت انه لا انا طول عمري بعرف عيش باللي معي وما بفرقش معي الناس بتبص عليها ازاي يعني فرق معي الناس عيش مبسوط بس وصلت لأيام يعني قلتلي انه في محلات كان معك كتير وصلت لأيام مصر ما كان معكش في وقت المشكلة بتاعتي مع شركة ادارة الاعمال لما كاتل الفلوس اللي باخدها باخد نسبة منهم من الشغل بيتروح لفلوس لهم وباخد نسبة لما حصلت المشكلة قطعوا علي كل حاجة يعني محدش عارف بالموضوع دي يعني اهلي حتى ما عارفوش لان انا بقولك انا باعر انا باعر انا ممكن تسنني في بيت في شاشة تلفزيون وقناة الرياضة وبلاي ستيشن وكتب وافلام اناوع مش اناوع ده 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 حاجات اللي ببسطني مش اناوع يعني مش اناوع انا بجد انا بجد حتى لو معايا بتعرف تتكيف اذا بدك مع الظروف مش حاجات بكيف هي دي الحاجات اللي انا بحبها من يوم اتولدت اوكي فلو معايا مليار دولار برضو هي دي الحاجات اللي اعملها يعني هفضل قاعد في البيت على بلايستيشن اقرأ كتاب اتفرج على فيلم على بكور هي دي الحاجات اللي بعملها طول عمري وبحبها يعني بعد عندي ثلاثة اسئلة والفاكرة اسمها اخر مرة هقولي السؤال غريب قوي اه انت معروف انه الكابشنز اللي بيكتبهم بيكونوا كثيرة طوال بكتب لان انا بكتب خواطري اه يعني في رأي ممكن تستعين بجملة مغنية لا حيبقى حاجة حيبقى حاجة حيبقى حاجة ليه علاقة بغزة صدق لانا دلوقتي هي دي بالنسبة لي املي الاكبر في حياتي ان قبل ما مموت اشوف فلسطين حر ده اكبر حاجة يعني كل الواحد كل احلامي اللي عادت عليها في حياتي صغرة قدام اللي بيحصل في صغرة خالص اخر مرة بتطلع بالمقابلة تليفزيونية شو السر او الموضوع اللي بتحكي فيه ومنك حكي فيه ابدا في شي دايما هيك بتحس انه مخبية بتقول يوما ما معقولة اه ان عمري ما قلت ان انا اصلا حلم حياتي من اول ان انا نفسي بقى مخرج مخرج عمري ما قلتها ودي المخرج مسرسلات افلام سينما مين بيكون البطل مين بيكون البطل لا امعرفش مين البطل لا اما يلا الحديث بس انا بالنسبة لي ان انا بقى مخرج دي دا حلم يعني حجم الاهداف اللي عايز عمل انا درس في برلين اخراج وان انا بقى مخرج فمحدث يعني اعتقد ان انا لو محققتش ده حيسألوني هقولهم نفسي بقى مخرج جدا اتكلمت براحتي علي وفتفطت اي فتفطت كتير بعد عندي الكارت اللي كتبت باول الحلقة اوكي منتقولت مش هتقول منكشوف لا اوكي منتقولت مش هتقول وبعدين جاوبنا على كل حاجة خلاص خلال الناس تبقى تخمن وبعد فيه ايدي السؤال لا خلال الناس تخمن ايه هو اوكي لو عرفوا حاجة همعطلك فيديو اجاوبك علي اوكي محمد عطي بدي اشكرك على هيدا اللقاء شكرا كما بنا نشكر كل الاشخاص اللي تابعونا ونرجع نقللهم رمضان كريم مرة تانية الله اكرم كل سنة هم طيبين وانا مبسطة جدا معاك وان شاء الله يا رب الخير لكل الامة العربية والاسلامية والناس كلها وان شاء الله في السن تتحرر والكابوس اللي في غزة دي خلاص بإذن الله شكرا شكرا عليكم محمد باي باي شكرا